طيب خلينا نبدأ من الظواهري هل كان الأيمن الظواهري بحكم معرفتك به وسواء في السجن أو حتى بعد ذلك عندما رأيته في باكستان انضم أو انضوى بأي شكل من الأشكال تحت الإخوان المسلمين أو انضم إليهم في أي يوم من الأيام لا طبعا هو تاريخه كله هو لم ينضم الإخوان المسلمين ولا حتى للجماعة الإسلامية ولا للجماعة الإسلامية هو كان عنده فكر خاص تأثره بقضية الفنية العسكرية من ناحية الأفكار اليهادية يعني قضية الفنية العسكرية هو القيام بالقلب مسمح وبدأوا حتى بدايات يعني هو كان بدأ مع واحد تاني اسمه اسمعيل مش فاكر اسمه التاني وده بقى صوفي فيما بعد يعني حتى فهو البداية كانت بداية شخصية خاصة بهم وكانوا منغلقين بشكل كبير على أنفسهم هو كان فكره هو تكوين تنظيم عسكري وان العمل كله يكون عمل سري عمل عسكري وبالتالي مع عصام الإيماري اللي هو كان رائد في سلاح المدرعات وكان شخصية أيضا محورية في تنظيمه واستطاع أنه يجند عدد أيضا من الضغطات واستطاع أنه يهرب من السجن فترة من الفترات السنة السبعة وتمانين طبعا نظم عملية هروب من من ليمان تورا عملية أسطورية يعني أكبر من عملية النفق جربوع ده ولا جلبوع ولا جلبوع فلا أذيكت عملية خطيرة جدا لكن استطاع أنه يهرب من سجن ليمان تورا هذا السجن الحصين اللي بناء الإنجليز يعني قبل يمكن قرن ونص الآن من الزمان فعصام الإمريكان شخصية عسكرية فذة يعني